من أجل تعزيز السلام والتعاون بين الدول من خلال الحوار بين برلمانات العالم انطلقت اليوم في جنيف الدورة التاسعة والاربعون بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي التابع للأمم المتحدة والذي يركز على أهمية استخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار في خلق مستقبل أكثر سلما واستدامة المواضيع اليوم تتمحور حول استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الديمقراطية وأيضا المساواة بين النساء والرجال في المشاركة والتمثيل في البرلمان وأيضا في الوفود المشاركة في المنتديات أو البرلمانات الدولية نددت بعض الوفود بالاجتماع باستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الكيان الصهيوني واستخدامه ضد النساء والأطفال في غزة وجنوب لبنان وسط سكوت من المجتمع الدولي باستخدام التكنولوجيا للقتل والتهجير وأيضا استهداف النساء والأطفال في الحروب التي تشنها إسرائيل على الدول العربية العراق وضمن جهوده الدبلوماسية البرلمانية في دعم القضايا العربية والإقليمية والدولية حاضر في المؤتمر بوفد برلماني رفيع برئاسة رئيس البرلمان السيد محسن المندلاوي وعدد من أعضاء البرلمان والذي حرص على وجود التمثيل النسائي ضمن الوفد المشارك وبالمناصفة حضور العراق طبعا مهم حضور البرلمان العراقي مهم العراق مشارك مشاركة فعالة ويدفع بشكل دوري يعني جور الحضور بكل تأكيد سنويا ولدينا مشاركات قوية أكبر من الناحية السياسية حيكون لدينا تبني للبند الطارق حول أحداث غزة وحول القرار الجمعية الممتحدة حول غزة وإيقاف العدوان عليها وكذلك التنديد بالعدوان الصهيوني على غزة وعلى لبنان وبرحة تتكلمنا مع المجموعة العربية بخصوص هذا البند وحيطرح طبعا بالجلسة العمومية إن شاء الله ونأمل طبعا أن يكون هناك توافق المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية مع هذا البند اللي تبناه العراق ونتمنى أيضا من المجموعة الأوروبية والآسوية أيضا أن تصوت معنا في هذا البند إن شاء الله على هامش المؤتمر عقدت اليوم جلسة هامة للمجموعة الإسلامية والعربية هدفت إلى حشد الدعم والمساندة من جميع الدول العربية والإسلامية ودول العالم لإدراج البند الطارق المقترح من فلسطين والجزائر والذي سيقدم باسم المجموعة البرلمانية العربية لدعم وتعزيز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني قضايا دولية عديدة مطروحة على طاولة مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري مع تركيز المجموعتين العربية والإسلامية على الدفع بالتصويت لصالح بند طارق يتعلق بالحرب على غزة ولبنان بشير الحارثي الإخبارية العراقية جونير